السلام عليكم ورحمة الله إياكم الله أصدقائي نتابع عملية تحليل البيانات باستخدام البايثون وصلنا الآن للرسوميات والمخطوات البيانية البيانات هي نفسة اللي تعاملنا معها منذ بدء السلسلة قمت هنا بإعادة تجهيزة من جديد بدون أخطاء حتى نتابع فيها في عملية تصوير البيانات الـ Data Visualization تستطيعون تحميل الملف من الوصف أصدقائي دعونا الآن نقوم بالعمل عليها ونرسم الرسوميات والمخطوات البيانية منها أولا خلونا نستورد هذا الجدول فرح أضغط علي بزر اليمين وأنسخ رابط الملف من copy as path حتى ينسخ لي عنوان هذا الرابط الآن من خلال الجوبيتر نوتبوك نقوم أولا استيراد مكتبة البانداز import pandas as bd والآن نقوم باستيراد البيانات باستخدام الأمر read csv نعطي اسم وليكن data frame ويساوي bd.read csv وبين قوسين ننصق الرابط نضح حرف الآن قبله ثم نستدعي مرة الثانية data frame الآن نشاهد هذه البيانات كما تعرفنا عليها واستخدمناها مرارا والآن سنقوم برسم المخططات البيانية عليها من ناحية الرسم أصدقائي باستخدام البايثون فيوجد العديد من المكتبات التي تقوم بالرسم بعضها بسيط وبعضها متقدم وبعضها أشياء جميلة جدا بإذن الله سنمر على أهمها وأقواها وأكثرها استخدامها في هذا الفيديو دعونا نمر على العملية الرسم الأساسية الموجودة في البانداز نفسها بدون استيراد مكاتب أخرى مختصة بالرسم الدروس القادمة إن شاء الله نستعرض في كل فيديو مكتبة ونقوم بشرح تفاصيلها الآن القيام بالرسم استخدام البانداز مباشرة فبكل بساطة مع تعليمة بلوت فهذا data frame.blot وبين قوسين نستطيع تخصيص المحور X والمحور Y للرسم هذا فدعونا مثلا نأخذ عمود الكاتيجوري فنقول X يساوي الكاتيجوري ونأخذ عمود التوتالكوست فالY يساوي التوتالكوست الآن بتنفيذ هذا الكود نشوف كيف البيثون قام برسم هذا المخطط وهو كما طلبت أنا وهو الكاتيجوري في المحور X طبعا مش ظاهر بشكل جيد لكن سنقوم بإعادة تصحيحه إن شاء الله مع هذا الفيديو وأيضا قام برسم كل قيمة من قيم التوتالكوست على المحور Y ونشوف الرسم كيف صار هذا الأمر ليس بالشكل الجيد لأنه فعليا قام برسم كل قيم التوتالكوست هنا اللي عددها تقريبا 20 ألف على عدد صفوف هذه البيانات لهذا إن قبل ما تقوم بالرسم يفضل أن تقوم بعملية تجميع لتظهر لديك قيم قليلا نسبيا وقابلة للرسم لهذا خلونا نعمل عملية استخراج وتلخيص لهذه النتائج الدرس الماضي مررنا بهذه أفكار أفكار تلخيص البيانات وتجميعها أنصحكم أن تشاهدوا الدرس قبل البدء هنا حتى تعرفوا أوامر التجميع وتلخيص خلونا نقوم بتلخيص الكاونتري عن طريق الفاليو كاونتري أي تقوم هذه الفكرة بعد كل قيمة من قيم الكاونتري كم مرة مذكورة وباعتبار كل صف عبارة عن أوردر جديد أو طلب جديد فإذا قلنا أعطينا تلخيص للأعداد الموجودة في الكاونتري يعطينا كل كاونتري كم مرة تم تكراها فهذا سنستطيع من خلاله معرفة الأوردرز المخصصة لكل كاونتري فداتا فريم وبين قوسين نخصص الكاونتري ودد فاليو كاونت مع فتح القوس وأغلاقه الآن بتنفيذ هذا الكود نشوف أمامنا كل كاونتري كل بلد مع كم مرة مذكور هذا هو التلخيص نقدر نشوف كل منطقة مع عددها وهو نقدر نرسم عليها بطريقة جميل نقدر نعمل هذا البلوت مباشرة هنا بأنه نقوم لتبلوت ورح يقوم بالرسم مثل ما رح نشوف الآن ولكن خلوني أخلي الرسم بسطر منفصل حتى دائما نشوف البيانات ونشوف كيف يكون الرسم عليها فخليني هذه أعطيها اسم وليكن كاونتري أوردرز وخليني أرجع أستدعيها حتى لما أنفذ الكود أقدر أشوف النتائج والآن في سطر منفصل خلوني نرسم عليها فرح أستدعي نفس الاسم كاونتري أوردرز وأقول له دوت بلوت وأشغل هذا الكود نشوف الآن الرسم مثل ما نحن عندنا البيانات ولكن هذا كان بشكل خطي نقدر طبعا نخصص هذا الرسم بشكل مخصص جدا ونعمل كثير من الأفكار عليها فخلونا أولا نشوف إيش الخصائص اللي اتيحنا إياها هذه البيلوت خليني نوضع مؤشر الكتابة داخل هذه القوسين ونضغط على Shift Tab وهذه هي خصائص هذه التعليم يفضل جدا أن تقوموا بقراءة أصدقائي حتى تعرفوا كل الأفكار والخصائص الموجودة لهذه البيلوت الخصائص هنا كثيرة وبعضها إذا أنت معرفت تشتغل عليها فقط اكتبها في جوجل مع بلوت ووضع شرح عنها أو Description حتى يعطيك أمثلة كثيرة عن استخدام أي خاصية من خصاص هذا البيلوت نحن راح نمر على أغلبها فخلونا نشوف مثلا هنا لدينا X وهو تعيين المحور X وتعيين المحور Y هنا أنا بتعليمة بلوت معين X في الواي عكس التعليمة الأولى لأن هنا أنا عندي فقط عمودين عمود النصوص وعمود الأرقام فتقوم هذه البيلوت تلقائيا بمعرفة أنه أنت معناها بدك ترسم على أساس الأرقام وتقسمها على أساس الكاتيجوري الموجودة هنا فيعني أنا ما خصصت ولكن أنت إذا تحب تخصص فهو شيء جميل وكذلك هنا لدينا الأهم وهو نوع المخطط Kind وهذا المهم لتعيين نوع المخطط هل هو خطي أو أعمد أو إشرط لديك هذه الأنواع التي تستطيع استخدامها هنا نوع العنصر string يعني بدك تحطه بين إنشارتي تنصيص خلونا نأخذ أن نريد نعمل المخطط بنوع bar فنكتب هنا Kind يساوي bar بين إنشارتي تنصيص وقت التشغيل نشوف أنه اشتغل نظامي والمخطط صار أعملي كذلك من العناصر نجد title وهو ليعمل عنوان لهذا المخطط خلونا نستخدمه ونقول أنه بدنا العلوان يكون orders by county فلما نشغل نشوف طرح هذا title نصيحتي مرة ثانية أن تقرؤ هذه العناصر جيداً حتى تعرفوا هذا المخطط ماذا يتيح وماذا نستطيع أن نخصص من العناصر بداخل دعونا الآن نرسم مخطط ثاني ونمر على باقية الخصاص نستطيع الـ data frame حتى نرجع نشوفها خلونا الآن نعمل مثلاً على الـ category مع total cost ونشوف مجموعة التكاليف على أساس كل فئة فهذا يتم عن طريق الـ group by فـ data frame dot group by نقوم بتجميع الـ category لحالة بين إشارتي تنصيص معناها ونأخذ فقط عمود الـ total cost منه ثم نقوم بتجميعه بـ dot sum ونفتح الـ cost ونغلقه الآن لما نشغل نشوف هذه النتائج أيضاً أصدقائي نحن مررنا بالـ group by في الدرس السابق نصيحة أن تجاهدوا الدرس السابق الآن بالنتائج على مستوى كل category على مستوى كل فئة نشوف ما هي النتائج total cost لإله الآن الوضع تمام نستطيع طمعاً أن نضع هنا بلوت حتى يقوم بالرسم مباشرة ولكن كما اتفقنا أن نخلي هذه ظهرة ونرسم عليها مرة ثانية فخلونا نعطي هذه اسم وليكن cat أو category يعني ثم total cost ونستطيعها مرة ثانية حتى تظهر وقت نشغل كل مرة ثانية والآن بصدر منفصل نقوم بعمل لها بلوت فنفس الاسم dot blot والآن مع التنفيذ نشوف كيف ظهرت وأيضاً بشكل خط خلونا نغير نوع المخطط وليكن مخطط أعمل أفقية من الخصائص هذا اسمه bar h يعني bar horizontal فالkind يساوي bar horizontal ممكن نغير لون المخطط لللون الأحمر لدينا أيضاً الكالر نضعه ونقل يساوي نقدر هنا نعطيه الاسم كامل مثل red وممكن فقط نحط حرف الر وهو سيفهم أنه أنت تريد red أحمر التنفيذ code يصبح لدينا الأشرط الأفقية باللون الأحمر فيه شغلة مهمة أنه هنا المحور الأفقي طعلي فقط 1 و 2 و 3 و 4 و 5 هذه ترى بالملايين وليست أرقام عادية لأنه إذا نشوف الأرقام من فوق نشوف أنه الأرقام هذه كثيرة وهي بالملايين فالبنداز والرسم هنا قام يعني بتقليص العدد حتى ما يشوفك الأرقام هنا كبيرة لكن خلونا نعطي عنوان لهذا المحور الأفقي بحيث ننوه أنه هذه بالملايين فخلونا نستدعي إذا نفتح الخصائص لدينا هنا الـ X Label و Y Label نحن نريد الـ X Label فمعناها نستخدم الـ X Label ويساوي ونقول أنه هو Total Cost وبين أقواسين أنه هو بالمليون الآن بالتشغيل نشوف كيف ظهر هذا العنوان بهذا المكان فمعناها يعني كل خاصية أن تتريدها تقدر تشوف وين هي وتقدر تستعيها وتكتب الاتريد دعونا نعمل آخر شيء عنوان لهذا المخطط فعرفنا أنه اسمه Title ويساوي Total Cost By Category تمام هذا الرسم أنا أشوفه تمام فخلونا نعمل رسمة أخرى مشان يعني ينمر على خصائص أخرى خلونا نرسم هالمرة على شغلة شوي متقدمة على أمرين مثلا أنا بدي مثلا مع الكاتيجوري يكون فيها Total Cost والQuantity يعني حتى نرسم على ثلين سوياتا فخلونا نعطي اسم خلاص عرفنا هذا الكلام واللي يكون Category Quantity Total Cost ويساوي نجيب الـ Data Frame وهنا نعملها Group By وراح نعمل Group By على الكاتيجوري فقط وبين القواصين بلنا هنا عمودين وعمود الـ Total Cost فنفتح أيضا قواصين مربعيين والاستدعاء الأثنين هي الـ Quantity والـ Total Cost هذه list داخل الاستدعاء القواصين المربعيين الأساسية نقوم عليها بعمليات صعب وننزل ونستدعي نفس الاسم حتى بس ننفذ نشوف كيف ظهرت الآن هذه على مستوى كل كاتيجوري فيها عندنا الـ Quantity وفيها عندنا الـ Total Cost الآن بكل بساطة راح نرسم عنها فراح نقول Category Quantity Total Cost.Bloat ونشغل نشوف كيف ظهرت هذول الأثنين بس لكن نشوف أنه حاليا التكلفة كبيرة جدا والكمية قليلة فيطلع تقريبا هنا خط واحد لأنه المقارنة بين القيمتين ليست عادلة شيء وقامها ممكن لا تتجاوز المئات أو الألاف والثانية بالملايين وأكثر فنريد هنا حل لحتى أن نضبط هذا الرأس للأمانة هنا في عدنا عدة حلول رح نمر على بعضها مثل أنك يتخلي كل واحدة مرسومة في مخطط لحال يعني هذا يكون له خطي لحال والـ Total Cost يكون له خطي لحال فهذا يتم من ضمن الخصائص في شيء اسمه Sub-Bloat يعني بلوت منفصل أو فرعي فهنا Sub-Bloat إيش تعمل؟ كل عمود من أعمل تلك الرقمية ترسم منها بلوت لحال فإذا استدعينا هذه الخاصية وقلنا له أنه يكون True فلما نشغل بالفعل رح يخلي لك الـ Quantity هنا مثل ما نشوف لحالها والـ Total Cost هنا لحالها فيعني هذه هي إحدى الحلول لو أنت حبيت أنك تخلي كل عمود رقمي من الأعمدة التي عندك إياها تكون برسمة لحالها فالـ Sub-Bloat يعتبر من الأشياء الجيدة لكن خلينا نعمل الرسمة أنها تكون بنفس المخطط يعني ما أريد أفصلها مرة ثانية يعني خلينا نمر مع حل مختلف عن هذا الحل حتى نمر لكم على الحلول لكلها فخلينا نستطيع هذا الاسم ونعمل عليه بلوت إذن نرجع أنه هذا لما نشغله رح نشوف أنه 3NAT مع بعض ما يكون بشكل عادل لأنه واحد أرقام قليلة وواحد أرقام كثيرة فيبدو لدينا الأرقام قليلة كأنه خط ففي فكرة مهمة أنه تقدر تعمل محور آخر يعني تخلي إحدى الرسوميات تنرسم على المحور اليساري والآخر ينرسم على المحور اليمين فلو خلينا مثلاً Total Cost هو لنرسم على اليساري وهو يعتبر المحور البرايمري والكوانتيتي هو لنرسم على المحور الثانوي اليميني السكندر أول شيء نخصص الرسم للأول نعطي اسم ثم ندخله ضمن المخطط الثاني فهولا هذا رح نقول رح نجيب نفس الاسم ونقوله .blot وبين قوسين خلينا نخصص شوية فنخلي الواي أنه يكون total cost المرة رح أعين الواي لأنه في عندي عمودين رقمية فرح أقول إنه أنا نريد الواي فقط total cost في هذا الرسم أيضاً خلينا أعطي نوع وليكن أنه يكون bar chart فالkind يسعوي bar لما تشغل الآن الأمر 100% والأمور عندي سليم خلينا نعطي هذا المخطط اسم وليكن secondary axis يعني أنه هذا رح يكون بالمحور الثانوي الآن نعيد الفكرة بنفس الكود ولكن الرسم يكون للكوانتيتي فنفس الاسم نقول له أعطيني عليه بلوت الآن رح نشتغل على الواي أنه يكون للكوانتيتي فاصلة ونقول له أنه وليكن النوع تبعه يكون لعنجال الآن بدنا نخلي بداخله المخطط الأول للرسم فخلينا أول شيء أفعل المحور السكندري فنقول له secondary y يساوي true هذه التعليمة رح تفعلنا secondary axis يعني المحور الأفقي يعني المحور الثانوي وفاصلة إيش الأكسيز تبعه ax يساوي هو هذا الاس أكسيز اللي هو رسمناه بالرسمة الأولى والآن صار المتازي يعني إحنا رسمنا رسمة ثم رسمنا رسمة ثانية ونخلال الرسمة الثانية قلنا له أنه عينينا secondary axis أولا أنه يطلع ثم مين المحور رح يشتغل على secondary axis هو الرسمة التي الأولى فلما نشغل هذا الكود نشوف أنه ضبط الأمر تمام أنه صار واحد على اليسار وواحد على يم خلينا بس أضبط الألوان شوية فهنا الخط يكون أحمر فيكون القدر والأعمدة يكون أخضر فنقول له القدر يساوي g يعني g نشغل الآن صار اللون أفضل بكثير خلينا أعطي أسماء للمحور فهنا ال Y label يعني عنوان المحور ال Y يكون يساوي total cost بالمليون خلينا نقول وبالنسبة للثاني يكون ال Y label يكون quantity هذه مرين عليها من شوية وعم نعيدها مرة ثانية العلاوين هنا فوق بعضها البعض فخلينا نعمل التفاف شوي يعني نخليها تلف بدرجة وليكون 45 درجة مئوي هذا الشيء يتم عن طريق خاصية rotate فقط نقول rotate بأي واحدة منهم الخاصية rotate يساوي 45 درجة الآن وقت نشغل نشوف العمل 100% صار والرسمة ظهرت بشكل جميل جدا مثل ما أنا اخترت فيها ال quantity فيها total cost وفينا يعرف على مستوى كل category إنه كان يعني الكمية متناسقة مع total cost كل ما كثرت الكمية كل ما كثرت الرقم ولا في عندي بعض الأشياء إنه كثرت الكمية ولكن المبالغ اللي حصرتها منها قليلة فيعني هذا المخطط يقدر يعبرني عن الأشياء الموجودة بداخل البيانات هنا الآن يا جماعة نقدر نقول رسمنا بشكل جيد عن تعليمات بلوطة جميلة داخل البانلز إمكانك بعد ما أنت تخلص رسم أي مخطط من هذه المخططات لو حبيت إنك تحفظه وتنقله إلى مثلا powerpoint أو إلى word أو إلى ما إذا ذلك فترى تقدر بأي لحظة إنك تضغط على أي رسمة بزر اليمين وتقول له save image as يعني احفظي هذه الصورة فنقدر نحفظها على جهازنا في أي مكان وتنحفظك الصورة طبعا فيه تعليمات اسمك extract وما إذلك أنا أشوف أنه ميز من هذا الكلام لأنه أنت قد تشتغل من خلال المتصفح والمتصفح أرد لك صورة مثل لما تبحث بجوجل فيعني تقدر فقط تضغط بزر اليمين وتقول له حفظ بهذه الصورة فبهذا الشكل أصدقائي نكون شرحنا تعليمات بلوطة مع أهم الأفكار اللي فيها أيضا رح أترك لكم بعض المراجع في التعليقات بحيث تقدرون تقرؤون كل الخصائص اللي موجودة مع هذه الأسمة أتمنى لكم كل توفيق أصدقائي نلقاكم إن شاء الله الدرس القادم لنأخذ أول مكتبة ونبدأ بالرسم عليها لكم مني كل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته